أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبي قلوبنا أب القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين والله صلي على محمد وآل محمد واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين تنزلات عالم سقر التي وقودها الناس والحجارة وأحسن الله عزاءنا وعزاءكم بفاتح الخيرات ومتمم النعم والرحمات قربان حضرة رسول الله صلى الله عليه وآله الطاهرين وقربان الأئمة ذبيح الله ابن ذبيحه وقتيل الله ابن قتيله حضرة سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين الذي في كل بلية من بلاياه كرامة له لأن البلاء للأولياء كرامة حتى تمت هذه الكرامة ودفعت فاطورة العالمين بمقام الثبات والتقوى والصبر والتحمل مع القدرة على إزالة كل شيء ولكن إن لم يقتل ستضيع الأمة محمد في صرير الأفلاك وفي سير الأفلاك وهو الذي كفى حضرة رسول الله حينما رأى أمته في العذاب الأخروي وكان ابن أربع سنين يحتضن حضرة رسول الله ويقول له يا رسول الله أنا أكفيك بعدها يتبسم حضرة رسول الله ونحن أعجز من أن نفقه سهم من سهام كربلاء فضلا عن البلايا التي لم تظهر للعيون ولم تأتي بها الأخبار ولا الأقدار اختصرها حتى لا نموت في سياحته ومحبته إنه مقام حجاب الحنان المنان الحنان الذي دفعته الشفقة أن يبذل ما بذل والمنان الذي دفعه المن أن يدفعه فاطورة استنقاض العالمين وليسجل كل مرئ عندنا مننا اسمه في ديوان إسعاد قلب فاطمة أنتما كفتي الميزان وأمكما لسانة ولها الشفاعة أيام محرّة من الحرام أيام اجتمام هذه النعم لتخرى للأذقان سجداً ونبكي ويزيدنا الله بهذا الشوق للخضوع لنعمه خشوعاً وبالتالي قرباً ما يفرق أهل الدنيا عن أهل الآخرة أن بصر هؤلاء يمتد في دار الدنيا للعب ولا يمكن على الأطلاق أن يدركوا حقيقة وصورة فيعتبرون أن أكل ما لليتيم وأكل ما للناس هو الربح وهو استمرار ولكن في حقيقة تلاوة الوجود هو فناء وعذاب يأكلون في بطونهم نارا الذي يملك عين إلهية وعين حسينية يبصر الأشياء بهذه الحقائق ويعتبر أن سرقة أموال الناس والذنوب وغيرها هي حجب تمنعه من الوصول لأن خطة إبليس منذ الزمان الأول التي كانت أدواته من حب الرياسة والمال والتجميع والولد وإلى غير ذلك هذه الزينة كانت سلاح لحجبك عن الوصول إلى مقام النظر بعين الله والبقاء ببقاء الله والتلذذ بنعم الله بل هو يريد أن يدرك منك الغاية وما الغاية تلك إلا استحكام الضلالة التي لا يمكن على الإنسان أن ينال شفاعة فيها وبالتالي يجعله عدوا لآل محمد عليه السلام فإذا كان عدو كانت القاعدة ويل لمن كان شفعاءه قصماءه يوم القيامة ندخل بأيام محرمنا الحرام لنمد الأبصار إلى عين الحقائق نمد الأبصار إلى تحقيق العدالة التي ليس فيها كسر ولا ظلم لإنسان ندخل في أيام محرمنا الحرام إذا شممنا هذا من رائحة قميس حسين فإن الآثار ستكون على إفئدتنا هي أبناء أب وأم واحدة وهم أحنوا على بعضهم من كثير من الأمور إذا أردت أن تنظر في نفسك حينما تخرج من أيام الله أيام الكرة لتجد نفسك سباعية على إخوانك المؤمنين أو على الناس فاعلم أنك قد شممت قميصا آخر إن علامة شم قميس الحسين أن يخرج المرء منا من مجلسه طاهرا مطهرا معاهدا رب العزة عز وجل أن لا يلقاه بمبغوضية وقد يخادع إبليس ليحجبك عن بعض الذنوب الصغيرة حتى يقعك بذنوب أكبر لينطل عليك عنوان أنك مع سيد الشهداء في ليلتنا هذه ما نريد أن نتحدث عنه هو الذين أخرجهم سيد الشهداء من ولايته وتركهم لأعمالهم ففتح لهم اتخذوا هذا الليل جملا وهناك أقوام والعياذ بالله حملتهم أو حملهم خبث أنفسهم إلى أنهم لم يفروا في هذا الليل عن النيل من حضرة سيد الشهداء ومن أهل بيته وأوليائه وأنصاره بل التحقوا في معسكر عبيد الله بن زياد لعنه الله ظنًا منهم أنهم يمكن مع هذه الكثرة أن الغلبة تكون لهم ويكون لهم نصيب ويكون لهم نصيب من دار عبيد الله بن زياد لعنه الله الذي يمكن أن يغدوهم بشيء والذي أرادوا أن يتصابقوا من قتل ومن جرح ومن قطع ومن سلب ومن صنع ما صنع وبالتالي كانت النتيجة سيوف عليهم وعلى أهليهم أيام قلائل وكان غضب الحق المتعال قد فتك بكل هذه المناطق التي لم يبقى فيها شيء حتى قال بعضهم قتلنا في أرض السواد قتلنا الحسين بطميرات من هذه القاعدة التي أخرج سيد الشهداء عليه السلام وفتح طريق لأن يتلبس المرء في أعماله من يريد أن يفر وأن لمن سمع وعيتنا ولم ينصرنا فهو في جهنم تركه لأعماله هي بعينها ما سيأتي في آخر الزمان لحضرة بقية الله الأعظم صلوات الله وسلامه عليه روحي وأرواح العالمين له الفداء في الليلة الماضية تحدثنا عن عنوان صفات أنصار حضرة صاحب الزمان وفي هذه الليلة ما نريد أن نتحدث عنه هو عنوان المبعدون صفات المبعدين عن نصرة إمام الزمان هناك أقوام سوف ينطحقون ويكونوا أعداء في معسكر عبيد الله وفي معسكر العثمانية وهناك أقوام سيتخذوا من الليل جملاً وهناك أقوام سيثبتون وأنا إن شاء الله في الليالي القادمة سوف أتحدث عن الرايات الثابتة وأي شيء قد ثبتها وهؤلاء الذين يلطحقون بأنصار الحجة نحن ما قدمناه في أنصار الحجة هي العدة وما نريد أن نتحدث به في الأيام القادمة إن شاء الله تعالى هم الملطحقون بالأنصار أي شيء صفاتهم أيضاً ماذا يتلبسون وبماذا يعتقدون لكن كما كان في كربلاء كما بدأكم تعودون كما كان في كربلاء إبعاد أقوام عن دخول في مقام الولاية والتحاق أقوام وفرزهم في جيش عبيد الله وعمر بن سعد عليهم لعائن الله تعالى وأصبحوا بالتالي ممن هوى في جهنم تلك الصيوف التي كانت مشاركة هي بحد ذاتها التي كتبت الحسين أن يأتي إليها لنصرته في مقابل ماذا في مقابل ما صنعه الأموية والعثمانية لذلك أيها الأخوة الأعزاء أي شيء ما هو ملاك أن يبعدنا الله سبحانه وتعالى عن نصرة حضرة إمام الزمان ليس من الجيد أن نتحدث عن صفات أنصاره ونسكت عن أمور يمكن أن تخرجنا من هذه الحقيقة حتى لا يكون وأنا أتحدث حتى لا تتلاعب بنا الشياطين وتبلغ مننا الغاية حتى لو وجدت في إيجادنا لعنوان جيش السفياني في آخر الزمان ستنقصم القضية إلى عنوان بدل عبيد الله أخبث خلق الله الذي هو رجل لعين أهل السماء ولعين الأنبياء والمرسلين وأسمه السفياني في آخر الزمان أماوي من نسل أبي سفيان هناك قواعد وهناك أمور يتلاعب بها إبليس وأنا حدثت وتحدثت في السنة الماضية أن إبليس هو يعلم أنه أتت علامات آخر الزمان فحتى يقطع الطريق عن الأنصار ويظل للناس أعدى خطة أعدى خطة لأنصار الدجال وقد ذكرتها فيما مضى ولأنصار السفياني لأنه هو الذي ينادي الحق مع عثمان وشيعته وراية السفياني راية عثمانية وراية عثمانية هو الذي من أول هذا القرن صنع ما صنع في دول الغرب وفتح مجال أن تأتي أبناء الزنا لأنهم هم الوحيدون الذين يمكن أن يتلبسوا بهكذا مستوى من المظالم ويكونوا أتباع الدجال وهذا حصل في أول القرن التاسع عشر وما سموه النهضة في أمريكا والحرية وغير ذلك ليتصوروا أمام هذه المصطلحات أنهم يمكن أن يقدموا شيئا جديدا فيذكرون أسماءهم وبذلك يكون ماذا خداما لإبليس والمشروع الإبليسي الذي يمهد للدجال ويمهد للسفياني بل أكثر هو الذي ينادي بالسماء للسفياني أنا حينما أتحدث عن الوصول إلى هذا الأمر فإن أمتنا صلوات الله وسلام عليهم أجمعين هم الذين تحدثوا أن هناك علماء سيقولون عن السفياني أنه خير أهل الأرض كما قال عمر بن سعد الذي يدعي العلم لعنه الله أن عبيد الله ويزيد خير أهل الأرض وأراد بذلك أن يحافظ على الخلافة خلافة في مقابل من؟ خلافة في مقابل كلمة الله التامة التي تمت صدقا وعدلا بعين تلك الحقيقة التي كانت في الزمان الأول من كربلاء هي بعينها التي سوف تكون في آخر الزمان مع حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلام عليه ومن هنا أنا قلت فيما مضى هناك مشروعان مشروع حسيني ومشروع عثماني نداؤه الأول جبرائيل ونداء الثاني إبليس ذاتا وهذا ما هو متسالم عليه في أحاديث آل محمد عليهم السلام إذن ما الذي يبعدنا عن حضرة إمام الزمان؟ يمكن أن أرسلنا إليه كتب أقدم إلينا فإن لك جنود مجندة لكن كيف أصبحوا هؤلاء في جيش عمر بن سعد ويتصابقون إلى مقاتلة حضرة سيد الشهداء وإلى سلب أطفاله وقتل أطفاله؟ كيف انقلبت الآية؟ إذا أدركنا هذه الحقائق ندرك في آخر الزمان من هم المبعدون عن حضرة بقية الله أصل قدوم بقية الله مرهون بهذه الأعمال ولكن إذا آن الأوان للخروج وجاء القضاء الإلهي للخروج سيكون في الخروج أقوام ماذا؟ أقوام يلتحقون بالسفيان وأقوام يلتحقون في ولاية إمام الزمان حتى يدخل شبه عبادة الشمس والقمر من هنا أيها الأخوة تكليفنا نحن كنا الشيعة أن نعلم الناس عهد الله وميثاق الله وهذا ميثاقي إليك وهذا ما تلوته في الليالة الماضية من شهادة إلى إمام الزمان حتى يتعجل الفرج ولا يتأجل حتى يتعجل الفرج ولا يتأجل ولكن ضعف بعض الناس وكثير من الناس عن بيان هذه الحقائق لم يعجل بظهور حضرة بقية الله صلوات الله وسلامه عليه بل جعلوا تلك القضايا التي تميزهم هي أولوية الأولويات وكان يعتبر البعض أن الحديث في هكذا حقائق هو طرف فكري والعياذ بالله ومن هنا قال إمامنا صلوات الله وسلامه عليه وما قدمناه من أن لو أن أشياءنا وفقهم الله لطاعته على اجتماعا للقلوب في الوفاء بالعهد لما تأخر عنهم اليوم بلقائنا ولكن هناك قضية أخرى أبغضها حضرة سيد الشهداء ومن يبغضه حضرة سيد الشهداء يخرجه إلى عنوينه وإلى أعماله لذلك قال في رسالته للشيخ المفيد رضوان الله تعالى عليه فما يحبسنا عنهم يعني عن شيعتنا إلا ما يتصل بنا مما نكرهه ولا نؤثره منه عدم إطلالة المولى صلوات الله وسلامه عليه سواء كانت جسدية أو روحانية وإدارة وجهه الشريف هي الأعمال التي نقدمها هي الأعمال التي نصنعها فإذا كانت هذه الأعمال هي الحجاب بيننا وبينه فما الأعمال التي يمكن أن تدخلنا في معسكر السفياني في معسكر من السفياني انظروا أيها الأخوة الأعزاء الله سبحانه وتعالى يقول ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون عاقبة ونهاية كل مرئ صاحب ذنوب أن يستهزئ بالآيات التي هي مقام ولاية آل محمد وفضلهم ولكن قد يطلي عليك إبليس خططه ليعلن لك بعض الذنوب التي لا تخرجك ويمكن أن تغفر لك ويصنعك ويعلمك ذنوب تستحكم بها عنوان الضلالة على رقبتك انظروا أيها الأخوة في حديث عن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حتى تشوفوا بعض الذنوب اللي إلى أولوي بالترك واللي أنا من خلالها قلت عليكم يا شيعة أن تجعلوا هناك مشروع واحد لكم اسمه الوفاء بالعهد هذا عهدي إليك وميثاقي لديك لأنه هو الذنب الأول الذي يخرج من الجنة ما أخرج إبليس من الجنة هو عدم السجدة وليس شيء آخر هناك ذنوب في آخر الزمان يدفعك إبليس ويلهيك ويشرح صدرك حتى في صلاتك لترى نفسك أنك خاشع بين يدي الله سبحانه وتعالى ويجعل لنفسك رصد لإخوانك المؤمنين بتلك تخرج وبهذا ماذا ينطل عليك أنك في سياحة مع الحق تعالى يقول الإمام زين العابدين عليه السلام إياكم والذنوب التي قل ما أصر عليها صاحبها إلا أداه إلى الخذلان المؤدي إلى الخروج عن ولاية محمد وعلي والطيبين من آلهما صلوات الله عليهما وآلهما إذن هناك ذنوب تخرجك من ولايتنا هذه الذنوب بحذيتها هي اللي عم بحذرنا منها بالدرجة الأولى مش معناتها أنك روح مل ذنوب تاني لكن الذنب الذي يخرجك من ولاية آل محمد حين ذلك تستحكم فيك الضلالة وحين ذلك إذا لاحت معركة إمام الزمان أنت تريد أن تتخذ من الليل جملا إن لم تكن في معسكر السفياني بكونوا تشوفوا لش العلماء قالت أنه خير أهل الأرض شوفوا شمأدمين شوفوا شعملين أبل عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله كذبوا بآيات الله متى يصل الإنسان أن يكذب بمقامات الأئمة وقد بيناها في قول الله تعالى إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات قال بآياتنا ومعلوم أن الآية هي دلالة مرسوليتك من الحق كعيسى بن مريم إني جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم كهيئة الطين فأنفخوا فيه فيكونوا طيرا بإذن الله سيدي ما هو هذا الذنب الذي يخرجنا من ولايتك لأن القاعدة في البقاء في ولايته أن لا تتسلط علينا الشياطين مش أسكب من الشيطان أنت شاف التاريخ كله شاف كل إنسان وان بيتطرعص ما يغررك لب لحية ولب عميمة ولب منبر ولب سلاح ولب أي شيء من هذه الأشياء ليسلب منك ولاية آل محمد لأن القاعدة في ولاية آل محمد إن عبادي ليس لك عليهم سلطان ولكن إذا خرجت عن ولاية آل محمد أصبحت ملعب للشياطين ملعب للشياطين أنت وذريتك لأن الله سبحانه وتعالى قال وشاركهم في الأموال والأولاد هذا اللي لازم نحفظه كأولوية في مشروع تحصين المجتمع الذاهب إلى حضرة إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه ما تغرك كثرة السجود ولا العلم ولا الجهاد ولا أي شيء إن فقطت هذا الذنب إن فقطت هذا الامتثال أو هذه الولاية والدخول في موالاة أعدائهما ليش بيروح الواحد عند الأموية لأنه أصلا خرج من الولاية التي تحصنه أن يذهب إلى عبيد الله ويذهب إلى غيره هون بلشنا نفهم مين هن اللي رجعوا صفه مع عبيد الله وقاتل الحسين فإن من أصر على ذلك ماشي واعتلك مرة بادر للتوبة مرة تاني بادر للتوبة لكن صاحب الإصرار على ذلك تعوه شوفوا نتيجته شهية فإن من أصر على ذلك فأدى خذلانه إلى الشقاء الأشقى من مفارقة ولاية سيد أولنها فهو من أخسر الخاسرين وهذه بعين وردت في من قاتل سيد الشهداء في كربلاء وهذه ستكون في آخر الزمان أيضا هناك أقوام يبعدون لأعمالهم وهناك أقوام يبعدون حتى يلتحقوا بالسفيانة وإلا ليش الإمام بده ينطر على باب دمشق حتى يخرج من جيش السفيانة من كان مكتوبا من شيعته لايك وأديش الأمور مخلوطة في ناس بكتوبين أنه من شيعته وهو يوم الإبدال قالوا يا ابن رسول الله طارت عقول هؤلاء الذين استمعوا هذا الحديث يا ابن رسول الله وما الذنوب المؤدية إلى الخذلان العظيم فيه ذنوب بتقطع الرزق فيه ذنوب بتقصر العمر بس الخذلان العظيم والأشقى الذي ليس بعده رد أي ذنب هذا وهو ذنوب المرحلة الأخيرة وأهم ذنب في آخر الزمان هو هذا نعم تراقب ذنوب الشهوات وغيرها بتوصلك لهون قال ظلمكم لإخوانكم الذين هم لكم في تفضيل علي يعني الشيعة أولوية المشاريع يجب أن تكون لآخر الزمان هو وحدة التشيع مش روح بدي عشان قضايا ناس أقوام وصير حافظ عليهم بدل هول وهولي عاديهم هذا مش مشروع الشحناء الأمور التي توصل إلى هذه الأمور هذه تؤدي إلى الخزلان ومطروديتنا من معسكر حضرة إمام الزمان صلى الله عليه وسلم ممكان يكون عربي أو عجمي عليكم أن تتوحدوا في مشروع واحد ومواساة واحدة اسمها هذا عهدي إليك ومثاقي لديك هذا المشروع المطلوب أما تسير فرق وأحزاب وكل حزب يميله حيث ما مال الغصم نتيجتكم الخزلان معادات الشيعة يجب أن تكون أولوياتهم أولويات الأولويات حفظ التشيع والشيعة والحفاظ عليهم وهذا قبل أي شيء آخر ولا قضية ممكن تسبق هذه القضية لأنه ستوصلك عند عبيد الله قال ظلمكم لإخوانكم الذين هم لكم في تفضيل عليه والقول بإمامته وإمامة من انتجبه الله من ذريته موافقون ومعاونتكم ومعاونتكم الناصبين عليهم تعرفوا بالكوفي شو بصير إذا دخل السفياني على الكوفة تكالب الناس على الإتيان رجل شيعي إلى السفياني هذا منهم أنا أعرفه والمبرقع الذي يخفي نفسه ويظهر التشيع يقول للإمام يدل عليكم رجل رجل هو يعرفكم وهو منكم ولا يكون إلا ابن بغية شنو؟ يعطي ألف دينار على رأس الشيعة ما هي منذ مدينة الشيعية لابد أن تأخذ قرار في آخر الزمان مع العتل الزنيم لأن العتل الزنيم الذي يحششه عصابة أموية أنا أحذركم قبل ما تجي الأمور بس ديروا بالكم لوصل لهم مش قرار غلط أو صح لوصل لهم الإصرار لوصل لهم كثرة هذه الذنوب وكثرة هذه المظالم هناك أصبحت مجبرا ولكن اذهب وفنتش عن المقدمات التي كنت فيها مختارا تعرف نفسك أنك في معسكر صاحب الزمان أو في معسكر السفياني أنا ما أتحدث عن أصحاب لحة أنا أتحدث عن علماء في آخر الزمان يكتمون الحق ويظهرون الباطل يقولون أنه خير أهل الأرض لابد هولي مش علماء أمراء لأنه لئوا دورهم لئوا علم مطرح لذلك قال وَمُعَاوَنَتِكُمُ النَّاصِبِينَ عَلَيْهِمْ وَلَا تَغْتَرُّوا بِحِلْمِ اللَّهِ عَنْكُمْ مما يعني أنه الله ديره بالكم رح يستدرجكم ومش رح دغر ينزل العذاب حلم الله ما تغتره بوصينا المولى صلى الله عليه وسلم عليه زين العبدين ألا نغتر بطول إمهاله لكم وَلَا تَغْتَرُّوا بِحِلْمِ اللَّهِ عَنْكُمْ وَطُولِ إِمْهَالِهِ لَكُمْ فَتَكُونُوا كَمَنْ قَالَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلْ كَمَثَلِ الشَّيْطَانِ إِذْ قَالَ لِلْإِنْسَانِ كَفُرْ فَلَمَّا كَفَرَ قَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِنْكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ هذا هو المشروع المبعد الأول بل المرسل إلى السفياني وغيره من يد إمام الزمان هو أن يكون هناك فيه تقديم وإعانة للنواصب على التشيع هذه مو كلامنا من يمهد لإمام الزمان حضرة علي بن الحسين صلى الله عليه وسلم الأولوية هي في مواساتكم لإخوانكم وأن لا تدعم ناصبي لاختراق هذه الصفوف أو تستنصر بناصبي على من يقول بمقالتكم لذلك أيها الأخوة الأعزاء لذلك أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم وين بدل كيف بيوصل الواحد دغري بعادي الشيعي فكرة بعد مودتها اليوم يقولوا أمير المؤمنين كيف غدا يستزلوا بعضها بعضا ويقتل بعضها بعضا وبروح بيتأوى شو بيسو الأموة بقلب الكوفة وين في أموة بالكوفة لا بد أن تكون مشاريع سياسية هذا أعظم ذنب وهذا سمى الشقاء الأشقى والخذلان الأكبر فهو من أخسر الخاسرين أنا حينما دعوت إلى قيام مشروع للحفاظ على التشيع بممادئه المتسالم عليها وأن لا يكون هناك عون للناصبة على التشيع كنت أتحدث أنه هذا ديروا بالكم بزدكم عند السوفيانة مش بتتخذوا الليلة جملا ودير بلك بتحششها لأجل شو لأجل بيكونوا بن العباس حاكمين ما الذي أوصلنا إلى أن نكون أصحاب إسرار على هكذا مشاريع لابدوا مقدمين شي انظروا إلى كلام أم حضرة أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يذكر صاحب كتاب إلزام الناصب في خطبة لأمير المؤمنين أن أقططع جزء منها يقول عليه السلام إذا وقع الموت في الفقهاء وضيعت أمة محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم الصلاة واتبعوا الشهوات هذه بحث ذات ويردي وين بدعاء إمام الزمان صلوات الله وسلامه عليه في زمن الغيبة أضاعوا الصلوات واتبعوا الشهوات المراد من الصلوات التوجه إلى قبلة خليفة الله مركوع سجود لذلك سنجد أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول مساجدهم عامرة وهي خاوية من الهدى وخالية من الهدى مش الأعداد هو التوجه القلبي الشهوات عندي ماشي أموري عبي يصلني معاشي عبي تصلني الميزانية هذه الشهوات وقع الموت في الفقهاء أهل الفقهة هولي بيوقع فين الموت يعني أهل الخير بيرتفعوا لذلك ورد عندنا في آخر الزمان يرفعهم الله وقلت الأمانات يوصلك لهان معاش صار أمانة صار السلب من الآخر غنيمة وبالتالي يأكلون في بطونهم نارا وبترجع لحديث وكيف تفقهون وقد امتلأت بطونكم من الحرام وقت اللي بتمتلئ البطون من الحرام ما بيعد فيه فقيه مش تفقه ما بيعد فيه فقيه وبيصير الفقيه يقول عن الصفياني أنه خير أهل الآرب وبعين ما قالت شمر بن ذي الجو شأن لعنه الله وقالت لبصير فيه حرام بصير أخذ أموال الناس غنم وقلت الأمانات وكثرت الخيانات هولي كلهم مهدوا هيد الذنوب إلى ماذا إلى الأشقى إلى الشقاوة الكبرى وإلى الخسران الأكبر هيد الذنوب وكثرت الخيانات وشربوا القهوات يعني المسكر واستشعروا شتم الآباء والأمهات وفيه رواية بتقول الآباء أوليائنا ورفعت الصلاة من المساجد بالخصومات هذا مسجد لألنا وهذا مسجد مش لألنا وجعلوها مجالس الطعامات شوفي غدا شوفي عشا شوفي وأكثروا من السيئات وقللوا من الحسنات يلا يلا من زدت على الحرم من زوره من روح من أرقل صارت هيك وعوصرت السماوات فحينئذ تكون السنة كالشهر والشهر كالأسبوع والأسبوع كاليوم واليوم كالساعة يعني بيدير الفلك بيتسرع وهذه وردت بالحاكم الظالم إذا قضى الله له مثلا عشرين سنة أو ثلاثين سنة أو أربعين سنة الله بمن رؤلوا إياهم بتدوير الفلك فيأمر الفلك بالسرعة فيمروا سريعا ولا يستشعر بذلك ويكون المطر قيضا والولد غيضا ويكون أهل ذلك الزمان لهم وجوه جميلة وضمائر رديئة من رآهم أعجبوه ومن عاملهم ظلموه تجارات وغيرها يلا يلا نحن أخوة والله ونكفي سلب ماله لعب عليه كلهم ما هادو لماذا أن تاخد قرار بوج إنسان شيحي وجوههم بوجوه الآدميين وقلوبهم قلوب الشياطين والعياب مستحوذة عليه الشيطان هو صار شيطان من قلة الأمانات وكثرة الخيانات وتضويع الصلوات واتباع الشهوات وشرب القهوات وتقليل من الحسنات وكثرة للسيئات هذه سببا ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله وكانوا بها يستهزئون صارت المجالس والعياذ بالله يستهزأ الزاحف نحو الحسين يستهزأ به مع أنه ليس لنا وسيلة مع كل المشاكل في آخر الزمان إلا حضرة سيد الشهداء ومن هنا أوصينا وأنا أعلن لإخوان المؤمنين فلتكن أيام العزاء بمحرم إلى آخر صفر وزيدوها ما عنا شيء غير سيد الشهداء ولا شيء انظر أمير المؤمنين شو بيقول سلام الله عليه وقلوبهم قلوب الشياطين نعوذ بالله اللي بدك حرزعة شوي منه لجزيع فهم أمروا من الصبر وأنتنوا من الجيفة وأنجسوا من الكلب هذه واردة بالناصبي لنا أهل البيت وأن الناصبي لنا أهل البيت لأنجسوا من الكلب والخنزير هو صاروا نواصب أمير المؤمنين سلام الله عليه عم بيقول عن هؤلاء الذين تمادوا بهكذا كثرة من الذنوب أن أصبحوا نواصب أنجس من الكلب وأمروا من الصبر وأنتن من الجيفة وأروغ من الثعلب مش كل التجارات هيك والسياسات هيك هؤلاء ذاتهم المعسكر السفياني مش اتخذوا الليلة جملا المصر على هذا ولم يذكر نفسه بشيء من التوبة من هذا مصيره إلى تلك الحقيقة حتى نعرف ليش بدوا يقولوا العلماء هذه الكلمة ليش إذا كان نداءه السفياني هو من إبليس ذاتا فالملتحقون به هن القلوبهم قلوب الشياطين لأنهم جنوده ويلبون دعوته هي مش أنه أنا شوية محترم بروح الاحترام شوية شوية يمرؤ شيء عليك شوية بيعجب أي احترام بصير أروغ من الثعلب للأسف بدل أن يكون سياسات عون وصدق وحفاظ أصبحت من يزيد في ثعلبته يمتدح هذا زكي هذا شاطر هذا بيعرف يكله حتى لو كان عبي يكل أجل الله جيفه طيب أي عين ها أي عين بدأت تكفي الإمام الزمان صلى الله عليه والسلام عليك إلى أن يقول وقعتم في الفتنة مع قلة اعتصابكم السفياني بيقول له فتنة السفياني فتنة وقتلوا بعضكم بعض فتنة والكون مع العباسية فتنة والكون مع الأبوية فتنة والكون مع العثمانية فتنة إذا انقدم كل هذا ليقول لهم بعدين وقعتم في الفتنة مع قلة اعتصابكم ما قلكن عصابة لأنه هي مشاريع صارت والمصالح مش أولويات في الهدف مش نجات يا علماء يا أهل الحل والعقد والله ما في مشروع إلا الحفاظ على الميثاق هذه الأولوية هذا بيصير يقول لك مصلحة أني كعجمة وهذا بيصير لك مصلحة أني كعراب شو مصالح دنيا ما تصنعونه حتى في الحكم هو دنيا مصلحة الوحدة لم تحبس إمام الزمان عنك أنك توجد مشروع ما ينكن للحفاظ على بعضكم بس كونوا صادقين ما تكونوا ثعالب ولا تكون قلوبكم قلوب شياطين كونوا صادقين وقعتم في الفتنة مع قلة اعتصابكم فيا كثرة فتنتكم وخبس زمانكم وخيانة حكامكم بل الشيف صح عن الخيانات تكثر بل الشيف صح عن كل شيء قدمه وظلم قضاتكم وكلابة تجاركم ما فرآن معش بيعمل بهالدول اللي بيكاملها مهم هو يسرق ويكون عنده كل شيء مش كلاب هول هول كلاب واللي بيصحف لعندهم ماشي أكلب منهم وشحة ملوككم وفشي أسراركم آه نسمعته وما تنحل أجسامكم وتطول آمالكم وكثرة شكواكم ما بيعد يشبع ويا قلة معرفتكم ما التفتتوا إنه هاي دي لعبة إبليس عمالنعب وعبتح بكم وصلتني وراح اترك كل شيء هون وذلة فقيركم وتكبر أغنيائكم أنا أنا شلون أقعد مع هذا مين هذا مين ذلك أنا لمجلس الخاص وإلي جماعتي ما بيقعد مع فقير مؤمن وعندنا في الروايات من استذل مؤمن الطبع أخرجك من عقائدك وما يجب عليك الحفاظ عليه وقلة وقاق إن لله وإن إليه راجعون من أهل ذلك الزمان يسترجع أمير المؤمنين يسترجع مصيبة يعني يعلم مصيبة تحلوا فيهم المصائب ولا يضطع يضم بتشوف بلايا رقبيته يلا يلا ما مشكل يلا ولا يضطع بالنوائب ولقد خالط الشيطان أبدانهم وربح في أبدانهم وولج في دمائهم ويوسوس لهم بالإفك فإذن مش أنت الزكي عم بتفكر هيدا شو عم يحتال لا اللي عم بيوسوس لك بالإفك على إخوانك والإفتراء هو بليس الذي يجري بالدم بالدم في عروقك حتى تركبوا الفتن الأمصار إذن الفتن كيف تركب بهول اللي قدمهم أمير المؤمنين من شو من الذنوب اللي هي عنوان تضييع الصلوات واتباع الشهوات وقلة الأمنات وكثرة الخيانات وشرب القهوات وشتم الآباء والأمهات وترفع الصلاة من المساجد بالخصومات وجعل مجالس طعامات وأكثر السيئات وقللوا الحسنات وعوصرة السماوات إنها لله وبيرجع بيقول فيا كثرة في تنكم وخبص زمانكم وخيانة الحكام كيف يخون الحاكم وقت اللي بياخدوا المال وشعبه مسنوط على التريق جائع هادي بدتتوصلك يا عباسة مش رح اي امام اذا اجل امام بدك تحاربه لأنه بد يرد كل حق لأهله بد يرد كل حق لأهله الحاكم المأمور أن يأتي بأمن الناس وطعامه وشرابه الناس عم بتموت بالطرقات الناس عم بتموت بالطرقات من الجوع والأمراض ثم مضى ورقة بشوية مال شو بتعمل أمراض بالمجتمع مش سألان مش سألان هذه فضلا عن تسكيره لموارد المياه غير وغير أي امام زمان فإذا وصول الفتم في آخر الزمان سببها ماذا هذه الذنوب وأعظم ذنب للشقاوة ينقلق إلى ولاية أعداء آل محمد وتكون من الناصبين لآل محمد هي ظلمكم لإخوانكم الذين يقولون بمقالتهم ما في حدا أبدى ولا مشروع أبدى من الحفاظ على وحدتكم طبقوا مآلة المراجع المراجع علوها روحوا طبقوها ما بتركب بتروح مصالحك هذه مواساة الأخوان الذي كنت أدعو إليها ولذلك قال أمير المؤمنين عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه ننبدو يفوت القرآن بباطن والشياطين بقلوبهم ومن الإسلام إلا اسمه ما في معنى للإسلام لأن كثرة خيانة حكامكم هواوى إلى غير ذلك يسمون به وهم أبعد الناس منه مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى والمراد من الهدى ولايتنا ضبط الأمور خربان المساجد في ناس كتير لكن خربان لأن الله يقول إنما أنت منذر ولكل قوم هات وهي خراب من الهدى فقهاء ذلك الزمان والمراد من فقهاء ذلك الزمان رح يجي شرح من الذين يتشبهون بأعدائنا فقهاء أعدائنا التي قال الإمام العسكري سلام الله عليه أضر على شيعتنا من جيش يزيد فقهاء ذلك الزمان شر فقاء تحت ظل السماء منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود من اللي فتى بذبح زوار الحسين عليه السلام مين مين وفتى الناس تقتل بعضها بعض مين أي قرض هذا أمير المؤمنين سلام الله عليه يتحدث عن كل هذه الأمور إذن الفتنة سبب مين فقهاء بدوا يمشوا حانهم في آخر الزمان لذلك طلعوا داعش طلعوا غيرة طلعوا ما أدري شنو يلا قتل قتل والمراد منهم العامة نعم من يتشبه بهم من الخاصة هو معهم هو معهم بالكافة عن أمير المؤمنين ساعد الله قلبك يا أمير المؤمنين بكن دولة علي بكن حكم علي طلعوا شو بيقول وقد بلغني أن الرجل منهم كان يدخل على المرأة المسلمة والأخرى المعاهدة فينتزعوا حجلها وقلبها وقلائدها ورعاءها مما تمنع منه إلا بالاسترجاع والاسترحام دخيلك بويا ثم انصرفوا وافرين ما نال رجلا منهم كلم ولا أريق له دم فلو فلو امرأة مسلما مات من بعد هذا أسفا ما كان به ملوما بل كان عندي به جديرة سلبولا شوي ادهابات لن حك معهم ولن جراحه حتى يسلبوا أمير المؤمنين حتى للمعاهدة المصرانية لا يستطيع أن يتحمل لا يستطيع أن يتحمل الطمع ضير بالكم هو سر الفتا هو سر الفتا ولذلك في حلية الأبرار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لا يعذب الله هذا الخلق إلا بذنوب العلماء الذين يكتمون الحق من فضل علي وعترته ألا وإنه لم يمشي فوق الأرض بعد النبيين والمرسلين أفضل من شيعة علي ومحبيه شيعة علي اللي تمثل ومش كأن كل واحد شيعي لا أبويا لقال كان به جدير أن يموت المرء كان عندي جديرا أن يموت ولو نصراني نعم من شيعة علي ومحبيه الذين يظهرون أمره وينشرون فضله أولئك تخشاهم الرحمة وتستغفر لهم الملائكة والويل كل الويل لمن يكتم فضائله ويكتم أمره فما أصبرهم على النار ما أصبرهم على النار إذا إذا شر فقهاء من الذين يكتمون الحق ويظهرون الباطل والعلماء الصالحين من الذي ليس على وجه الأرض بعد الأنبياء غيرهم ولهم الفضل هم الذين ينشرون ماذا ينشرون أمره وفضله الأمان يأتي من خلال هذه المجالس هو إذا بعد في بلدان بالعالم بسبب هاللطم هالعزاء هالدعاء وقال من أول يوم كان سقطت البلدان أني أحذر أن تكون الأبالسة وألسن الأبالسة تريد أن تضعف هذه المجالس هذا عمل إبليز لا يغرقكم كلكم لا يغرقكم كلكم لذلك مشكلتهم هي الاستهزاء بالإمامة وصل للاستهزاء بالإمامة هؤل لصفة المبعدين عن صاحب الزمان بس لوين بعدهم لمعسكر السفياني للسفياني بعدهم مش بعدهم اتخذوا الليلة جملة وماتوا بأعمالهم شروا من فقهاء من يكتم فضل عليه لأن صفتهم في متح السفياني يكتمون الحق ويظهرون الباطل يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا وإنه لم يمشي فوق الأرض بعد النبيين والمرسلين أفضل من شيعة علي ومحبيه الذين يظهرون أمره وينشرون فضله من فضل علي أنهم لا يلوم امرئ يموت حسرة على نصرانية هذه عدالة علي مش عدالة علي نروح نسرق الأموال ونخلي الناس بلا طعام ولا شراب ونزد على الشارع هذه مش حكومة علي هي حكومة عباسية لذلك يقول إمام الحسين عليه السلام ثم أنتم أيها العصابة عصابة بالعلم مشهورة وبالخير مذكورة وبالنصيحة معروفة وبالله في أنفس الناس مهابة يهابكم الشريف ويكرمكم الضعيف ويؤثركم من لا فضل لكم عليه ولا يد لكم عنده تشفعون في الحوائج إذا امتنعت من طلابها وتمشون في الطريق بهيبة الملوك وكرامة الأكابر أليس كل ذلك إنما نلتموه بما يرجى عندكم من القيام بحق الله هي الهيبة اللي دخلت بقلوب على أساس أنت رايح تقيم بحق الله سيد الشهداء يستنكر عليهم وإن كنتم عن أكثر حقه تقصرون فاستخففتم بحق الآئمة هذا استنكار حسين بده طبقية شم ذلك العبد الحبشة وانحنى عليه هؤلاء الفقهاء الذين أحذر الناس منهم أول المبعدين شر الفقهاء هم الذين ينكرون لآل محمد بل ويسكتون عن فضل علي وشيعة بل وينشرون وينشرون فضل عدالت عليه شفقت عليه حكم عليه ليس يطلع صارق لذلك بالاحتجاج عن إمامنا العسكري صلوات الله وسلام عليه إذن أصحاب الزنوب والعلماء وشر الفقهاء هؤل اتنين المبعدين وأصحاب الزنوب وليك هن من يراهم ماذا خلاف بينهم وبين من يقول بمقالتهم في ولاية عليه عرفت ليش أنا قلت من زرع أي شيطان زرع هذه الفكرة هذا عجمي وهذا عربي إذا كان المشروع هو نصرة إمام الزمان إذا كان مشاريع تاني يخلي أنت فيرسي وانت عرب عن الصادق عليه السلام إن من ركب هو عن أبي محمد عن الصادق من ركب من القباعح والفواحش مراكب فسقط فقهاء العامة هذا معنى أنهم شروا فقهاء يعني تقلدوا طريقة العامة يعني ما في أصول بتحكمنا وهيانا نحن مع بعض ونقسم الجبن مع بعض هول المراد منهم شروا فقهاء هو عم بقوله ما عم نتقول وإياكم يا مؤمنين تنطل عليكم شر الفقهاء وتهربوا من الفقيه العادل رحمة الله على علمائنا رحمة الله على علمائنا الأجل والعظماء وأنا أدعو المؤمنين بالتمسك بالمرجعية إن من ركب من القبائح والفواحش مراقب فسقط فقهاء العامة أليس ذاك من قال أننا في ليال القدر أليس وهم يتبجحون بالبنائين والقطبيين وما أدري مين هولة الجربيع مين النهام وزين حتى قيل أنه كانت درس في النجف درس أولاء الماسونيين بالنجف كان يجوا من الأردن عن النجف فلا تقبلوا منهم عنا شيء بحذرنا الإمام بحذرنا هول اللي بيشكتوا عن فضلي عليه هو شر الفقهاء ومن كان من الحكام معهم هو شر الحكماء حكام بس هول رح يبعدهم لجيش من عمر ابن سعد والسوفيان هي ما تغيرت بعدها هي زيتة والحق كتير واضح والحق كتير واضح وهم أضروا على ضعفاء شيعتنا من جيش يزيد على الحسين بن علي عليهما السلام وأصحابه فإنهم يسلبونهم الأرواح والأموال وللمسلوبين عند الله أفضل الأحوال لما لحقهم من أعدائهم وهؤلاء علماء السوق الناصبون لنا الناصبون المتشبهون بأنهم لنا موالون بتشبهوا لنا موالون جيلك جعفر بن محمد مشتهد وأنا مشتهد طلع فيه هول اللي فتحت لهم بريطانيا بالعراق وحبست المرجعي النائين وغيره لا تفتح لهم مجال يشتغله ما في عندهم إلا بريقراطية وما أدري هذه التانية شو هي شو ربيته لنكون أمراء أنت ولأعدائنا معادون يدخلون الشك والشبه على ضعفاء شيعتنا فيظلونهم ويمنعونهم عن قصد الحق المصيب إلى أن يقول قال رسول الله شرار علماء أمتنا المظلون عننا كل شيء تشكيك بالولاية بتنكب وعكل حال بلشت في كتب كتير كتير عشوية مسلم مخصوش بصورة الحسان إذا بلش بالتاريخ بالعقائد معاش في شيء ظابط منين جايبين ونهال من وين القاطعون للطرق إلينا المسمون المسمون أضادنا بأسمائنا الملقبون أضادنا بألقابنا هذا خليفة المسلمين أمير المؤمنين والعياذ بالله يصلون عليهم وهم لللعن مستحقون ويلعنوننا ونحن بكرامة الله مغمورون وبصلوات الله وصلوات ملائكته المقربين علينا عن صلواتهم علينا مستغنون قيل لأمير المؤمنين عليه السلام من خير خلق الله بعد أئمة الهدى ومصابيح الدجا قال العلماء إذا صلحوا قيل فمن شر خلق الله بعد إبليس وفرعون ونمرود وبعد المتسمين بأسمائكم والمتلقبين بألقابكم والآخذين لأمكنتكم والمتآمرين في ممالككم هذا ملك آل محمد إن شاء الله فكرك أنت يعني فيكم ملك أو ولاد هذا ملك آل محمد حطينا بين إيدك تعالى نشوف شو عملت قال العلماء إذا فسدوا كيف يفسد رجع لأول الرواية إن من ركب من القبائح والفواحش مراقب فسقط الفقهاء يعني فقهاء الصلاطين لأنه هذه هيك شغلة قال العلماء إذا فسدوا هم المظهرون للأباطيل الكاتمون للحقائق بدأت تفهم مش كتموه حق عليه وفيهم قال الله عز وجل أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا شوفوا شوفوا كيف كنت حصلوا باب التوبة خاصة بآخر الزمان وفي توبة إن الله يحب التوابين هذه تقال حتى لرايات الهدى وسيأتي مفصلة لذلك من كانت هذه حقيقته لن يصل إلى إمام الزمان صلوات الله لن يصل عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل والسفياني من الواد اليابس من أودية الشام وهو من ولد عطبة بن أبي سفيان وهذا الملعون يظهر الزهد قبل خروجه ويتقشف ويتقنع بخبز الشعير والملح الجريش ويبذل الأموال فيجلب بذلك قلوب الجهال تعرف من الجهال الذي لم يعرف إمام زمانه هذا الجه والرزال لا الأرزال كل شيء بيمشي عندهم يعملوا كل شيء ثم يدعي الخلافة فيبايعونهم يعني مش أول ما بيخرج بيخرج بالخلافة ويتبعهم العلماء الذين يكتمون الحق برواية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم شو قال الكاتبون للحقائق صارت واضحة شروا الفقهاء من هن هن الذين يكتمون الحق ويظهرون الباطل اجتماعنا مع بعضنا لا في إمامة ولا في ولاية ولا في شيء من هذا فيقولون أنه خير أهل الأرض ما تنبسطوا كتير وتفكروا أنه ركبت الكون تعشوفوا شو نطركم رسم مالكن قلت لكم تسعة أشهر وأقل لأنه بعدان بيدعي الخلافة مش أولا يعني شيء ستة شهر زمان عن أبي جعفر عليه السلام قال حميم حميم يعني نيران مذابة وعين عذاب وسن سنون كسني يوسف وقاف قضف وخسف ومسخ يكون في آخر الزمان بالسفيان وأصحابه من اللي صاحبه العلماء الذين يكتمون الحق ويظهرونا الباطل بكرة بيعملونا الندوات وبيجي الطربوش والعمامة أمة عم نحفظ الأمة المشكلة بيعلي وأهل بيته خلينا نشيل لشو قصنا نحن بشر اسمالك ستة شهر بس وناس من كلب خال صفياني وبنوا كلب وبنوا ثلاثون ألف ألف يخرجون معه وذلك حين خروج المهدي صلى الله عليه وآله وآله وسلم بمكة هذه بعد الظهور يعني هول جماعة المتشبهين اللي بيتشبهوا أنهم من أولياء ما سمهم أنهم من أولياء ولذلك ما كان قبل الظهور بيدي شيء وما كانش منيح للفناء وللمسخ وللقذف ولجهنم بالأخير إن كان منيح بيصير بزمن الحج بيزبط وبيعيش أحد أفراد الأمة اللي ما عطاهم قبل الظهور لقلهم كل شيء بعد الظهور لقلهم كل شيء بعد الظهور أنظر أيها في الكافي عن أبي عبد الله قال من كان يريد حرف الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب قال ليس له في دولة الحق مع المهدي نصيب أنت طلبت الدنيا أبي إلهي بحضرة بقية الله اخفر لنا ذنوبنا واتب علينا واعفو عنا عجل لوليك بالفرش انصر ناصريه واخذ الخاذليه ودمر من غشه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته